منذ اليوم الأول لتشكيل ميليشيا الحشد بفتوى دينية إطارها العام محاربة تنظيم داعش ترسمت ملامح حرس ثوري في العراق بشكل شبه علني بعد أن كان مستترا على هيئة ميليشيات مدعومة من الدولة حتى صار الحشد اليوم أقوى من الدولة ولا يخضع لسلطتها إلا في حديث رئيس الحكومة الذي حوصر أكثر من مرة داخل المنطقة الخضراء بعد اعتقال قادة وعناصر في الحشد فالح الفياض رئيس هيئة ميليشيا الحشد قالها علنا ومن دون مواربة يجب إنشاء نسخة من الحرس الثوري في العراق مكان وزمان حديث الفياض يحمل دلالات عن ملامح الفترة القادمة فالرجل قالها عند لقائه بحسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني بعد أيام من تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي المحسوب على المتشددين وبصرف النظر عن كون إيران محجة الساسة في العراق ككل وبالأخص الولائيون منهم فإن حديث الفياض عن وجوب تدريس تجربة الحرس الثوري في العراق وإنشاء كيان موازلة يأتي بنظر الكثيرين استكمالا لمحور ما يسمى بالمقاومة الذي تكون الميليشيات العاملة في الفوضى عاموده الفقري ويعتمد أساليب تصنف على أنها جرائم حرب بأنشطته المتواصلة في العراق وسوريا واليمن ولبنان أنموذج الحرس الثوري لم يكن وبالا على المنطقة فقط بل حتى داخل إيران فهناك اذ طلع فيها بعمليات قمع التظاهرات وقتل المعارضين فضلا عن استهواذه على قطاع واسع من اقتصاد البلاد وكأنه دولة داخل الدولة فهل يسعى الفياض لتدريس هذا الانموذج الدموي والمصنف إرهابيا في العراق تصرح فالح الفياض يرسم آخر مراحل ضمحلال مفهوم الدولة في العراق الحديث فلا صوت يعلو فوق صوت الميليشيات الموالية لنظام ولاية الفقيه في طهران ولا قانون يردعها في بلد كان ندا لإيران وأصبح تابعا لها بفضل حكامه الجدد هذه إحدى مخرجات الاحتلال الأمريكي اشتركوا في القناة